بسم الله الرحمن الرحيم طلابنا العزاء اهلا ومرحبا بكم في part 12 consequences of failure ما زالنا بنتكلم في موضوع السيفتي اللي هي اهم فاكتور في عملية الديزاين لان احنا قلنا قبل كده فهم تلاتة فاكتورز السيفتي والدورابيلتي والكوست طيب لو السيفتي مش موجودة ممكن يحصل عندك فليار طب الفليار دوت ليه نتائج او ليه اثار مترتبة عليه فعلشان كده لازم ناخد بنا ان نحقق درجة معينة من السيفتي level of safety للستراكشورز اللي احنا بنصممها however نوع الاستراكشورز ديت افرض انا اشغال على مبنى سكني residential او مثلا عندي كوبري اللي ممكن يحصل في حالة الفليار number one ممكن يحصل loss of life ان احنا يحصل عندنا لقدر الله فقد في الارواح ودي اخطر شيء في الموضوع في الموضوع الفليار number two cost of clearing the debris and replacement of the structure and its contents طبعا عملية انك تشيل المخلفات ديت لها cost يعني لها فلوس وبالتالي عملية الـ replacement عملية انشاء منشأ جديد مكان المنشأ اللي حصل له عملية failure لها cost عملية contents اللي هي المحتويات عملية الاستبدال بتاعتها لها cost طب الـ cost دي كلها في الاخر الـ society هو اللي بيشيلها ان المنشأات اللي احنا بنتكلم عليها ديت تعتبر ملكي للمجتمع يعني انت بتأثر على الثروة بتاعت المجتمع طيب بعد كده اللي ممكن يحدد لي level of safety انه يبقى عندك مسارات مختلفة للاحمال بمعنى انا عندي حملة اهو الحملة دوت فيه مسارات محتملة لانه يتحرك داخل المنشأ اللي عندك او يتوزع داخل المنشأ اللي عندك مثلا ادي اللوت ده ممكن ييجي في الكولم ده او في الكولم ده او في الكولم ده او في الكولم ده فكل ما توفرت عندك مسارات بديلة alternatives لللود اللي موجود على الـ structure اللي عندك في الحالة ديت ممكن درجة الـ safety اللي عندك تبقى عالية جدا لكن لو فيه مسار وحيد لللود اللي عندك درجة الـ safety للمنشأ اللي عندك هتبقى اقل وزا ما بنقول تاني safety 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 درجة الامان بتاعة المنشأ هي اهم شيء عندي في الفاكتورز اللي دخله في عملية الـ design اشتركوا في القناة